طيب هل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك لفريق الكرة في نادي الزمالك هيمشي من نادي الزمالك في أصوات جات جوه المجلس بأنه أصوات مش كلها أصوات نادت بأنه يبقى فيه تغيير على كل المستويات بقى الجهاز الطبي مع الجهاز الإداري كمان لأنه تعمل تغييرات في الجهاز الإداري كمان ثلاث أعضاء من المجلس أيدوا فكرة رحيل أو تغيير الدكتور محمد أسامة لكن باقي الأعضاء قالوا أنه لا يستمر لأنه بيؤدي دوره على أكمل وجه وكمان عدد من لعبي الزمالك هما اللي طالبوا بضرورة استمرار الدكتور محمد أسامة لكان فيه أكتر من مرة جالوا عروض حتى أعلى من نادي الزمالك لكنه فضل البقاء وهو من الأطباء المتميزين جدا يعني الحقيقة لكن الفكرة جاية من فكرة أنه يبقى فيه تغيير شامل وكمان وكمان فكرة الإصابة بتاعة الوينش دي عملت شوية بلبلة جوا نادي الزمالك وكان ده من أسباب النقاش حول هذا الأمر لكن الأقرب تبقى لعدد الأصوات اللي صواتت هو استمراره الدكتور محمد أسامة النهاردة حزم إمام الظاهير الأيمن السابق لنادي الزمالك كان نشر ستوري على إنستجرام بيطالب بيقول أنا عايز أفهم حاجة هو التكريم اللي المفهودة لأيه يعني بعد العمر اللي قضيته داخل نادي الزمالك 28 سنة أدور على مستحقاتي أكتر من سنة خدت عود كتيرة عشان أنتوا عارفيني الأخري وإني مش هعمل حاجة زي ما بيعمل الناس فالموضوع أصبح طبيعي بالنسبة ليكم طبعا هو أنت كده عملت لكن حق أي حد أن يطالب بحقه وهي خطوات العمل ده فيه خطوة الستوري زي دي على إنستجرام وفيه خطوة الشكوى ودي اللي يقصد أنه مش هيعملها زي ما غيره عملها هو طبعا نائب رئيس قطاعات الناشئين في نادي الزمالك الكابتن حازم إمام حاليا وكان ليه تصريحات تعالوا نستعرضها مع حضراتكم عن التفاصيل بتاعة المستحقات يعني اللي بينتظرها قال أنا ابن نادي الزمالك دي تصريحات خاصة لبرنامج الماتش وليه مستحقات شكرا